لدينا هذه المشكلة محمد يشاور فيها على مشكلة لديه فيديوهات ولكن أحب أن نعود نفس المشكلة في هذه السيارة يعاني أن البتاس عندما يدخلها هو المطور الذي يخدم فهو ساكت المطور يتعدى عادي فهو أخدم السيارة يستطيع أن يتعدل المطور وعنده رعشة في مكان المعين في الخارجة المطور فأنا قبل أن أتطور كبتش فيها على طول أن أعرف أنه لديه مشكلة في النمبر ما يجب أن نفهم في هذه الحالة؟ هون نعود أن نفهمكم إذا كان السيارة ساكتة واقفة ومطور واقفة الفتاسي تعدى عادي معتها المشكلة متاع البوات مش منها يعني ما فيش مشكلة في البوات وما فيش مشكلة في اليد هذه اللي هي اللي تبحها الكواب المتاحها والحالة المتاحة ما في مش مشكلة هظم خطيهم هذا إذا كان هي واقفة والمطور ما يخدمش فما إشكالية هنا ما يدخلش وقتها تولي العملية في الكواب الهضومة أو في البوات هذا مفهوم نجيولي اللي بعدها إذا كان نشغل المحرك ونجي نعدي هكا ما يتعدى ليش أنا عامل هو هكا ما يتعداش إلا ما ننزل على الأخر أحيانا هذا يولي عندي مشكلة في الامبرياج في الامبرياج وين إذا كان ما يتعدى هكا ساعات يبدأ بحصوله في البلاتو برك كيف ينفرق ما ينفرق نحط خمسة أو الثالثة نحط خمسة ونجبت فرامة ونخرج كأن إذا كان قاعد تخدم معتها الامبرياج هذا الديسك ميت الديسك بلاتو ميت هذا الديسك بلاتو ميت ونحط خمسة المفروض تسكت على طول إذا كان قاعد تخدم حتى ولو ثلاثة ثوانية أربعة ثوانية أحسب اللي هو الديسك ميت وانتهت الصلحية متعه ونجبت أن يبدل الديسك بلاتو وبيتي كاملين هذه العامية السهلة وإذا كان ننزل على الأمبرياج مثلا ننزل على الأمبرياج ونصب على صفير صفر هذا كري بيتي هذا كري بيتي وحده ما عندهش علاقة بالبقية إنما في التغيير بيش تغيره ثلاثة أنا أظن إن شاء الله العامية مفهومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته